أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن المرحلة الأولى من مبادرة تسهيلات ضريبية ومحفزات جذب الاستثمار مؤكدا ضرورة الاستمرار في تنويع قنوات الاتصال مع مختلف أطياف المجتمع وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية أكد مدبولي حرص الحكومة على استمرار تقديم الخدمات للمواطن المصري رغم التوترات التي تمر بها المنطقة كان النهار ده كلامي كله مع السادة الوزراء في اجتماع المجلس على مزيد من الحوكمة والترشيد في كل النفقات بتاعتنا وفي استهلاكاتنا عشان محدش ضامن إيه اللي حيحصل بعد كده قدام احنا بندعو الله طبعا أن الأمور لا تتفاقم ولكن لازم نتحسب وده دورنا كحكومة وكمسؤولين أن احنا نتحسب للسيناريوهات الأسوأ ونبقى فاهمين إزاي حنتحرك في هذا الشأن وفيه كانت تكلفات واضحة جيدنا للسيد وزير البترول والسيد وزير الكهرباء والسيد وزير المالية والمحافظة بنك المركزي بنصق ونتعاون مع بعض علشان نضمن يعني أن الأمور تبقى يعني ما فيش تأثير على الدولة المصرية بأكبر قدر ممكن أنه ما يحتاطش أي تأثير سلبي علينا في هذا الشأن فأنا حبيت أن أنا يعني أوضح هذه النقاط عشان كلنا نبقى عارفين وشايفين اللي بيحصل النهاردة في المنطقة ومدى تأثيره الشديد علينا في هذا الموضوع زي ما قلت لحضراتكم ابتدت سيناريوهات أن الحرب في لبنان هي كمان مرشحة أنها تستمر الفترة طويلة إحنا مش بنتكلم بقى يعني برضو أسابيع ولا أيام ولكن للأسف ممكن الموضوع برضو يستمر الفترة فإحنا لازم كل ده نبقى عاملينه في سيناريوهاتنا وتدعيات هذا الموضوع علينا حيبقى ديه